اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن أول فيديو نهضر عليه ولا أول حاجة نهضر عليها في هذا الفيديو هذا كيفية تركيب الجملة بالإنجليزية لا باز نبدأ لكم from the first thing that you need كيفية التكوين ولا تركيب الجملة في الإنجليزية خليني يفهمكم حاجة قبل ما نبدو كامل The first thing you need to know about creating or writing a complete sentence A complete sentence is formed of three things جملة كاملة مكونة مثلت أشياء الـ subject وهو الفاعل الـ verb وهو الفعل الـ object وهو المفعول به يعني الفاعل الفعل مفعول به subject, verb, object ولا compliment هذه الأثلاث أشياء هدوما كيفاش تقدر تكون بهم جملة أول حاجة نبدو بها وهي subject وهو الفاعل ديروا حسابكم بهذا الفاعل يقدر يكون مكون من نوعين A name ولا a noun or a pronoun يعني يكون على شكل اسم اسم هذه أو ضامير هذه هي أول حاجة يجب أن تتعلمها مدابية تتعلم إطاب بار إطاب هاينا هضروا أولا على الأسماوات يقدر يكون أي اسم تحبنتها أما يكون for example اسم تاع شخص يعني جاك, مايكل, سام, موراد, أيمن, سومية, رانية مهما يكون الأسم لتحبنتها لتبدأ به الجملة التاك أم أن تتخفيته وسوف نفرر ببط حيث أنه في قسم جاك، أمين، سومية، موراد وتمقدر الخير ضامير ضمائر 일반يما estable أنه أنا أنت ضمائرهم في الإنجليزية أنت هو هي الشيء نحن هذا هو الضمائر الإنجليزية التي يجب أن تتعلمهم بالإنجليزية ما هو؟ أنا أنا أنت هو هو هي هي الشيء نحن و و هم كما رأي مكتوبين هنا في الشاشة هذا ما يجب أن تشفى عليهم يجب أن تشفى عليهم مباشرة إذن هدو هم الضمائر اللي يكزيستي وتما أما قلنا استعملوا اسم أما استعملوا ضمير ثاني حاجة رحول الفعل في الإنجليزية لازم يكون عندك في الباقاشتاءك لازم يكون عندك مجموعة أفعال يجب أن تتعلم أفعال عامة في الإنجليزية الأفعال أنا وشح ندل في هذا الفيديو حنمدلكم خمسة أفعال فقط ونبين لكم وعلاش نركب لكم الجمل بهذه الخمسة أفعال الخمسة أفعال اللي تسحقوهم for example like hate love for example live and eat في هذه الأفعال هدو ما لازم تكونوا تعرفوهم ويا ولكن تكون تعرف تركب بهم جمل بسيطة ماشي تركب بهم جمل معقدة جدا هدية ماشي هكذا تبدأ تعلم الإنجليزية تمراني مديت لكم subject والverbs واحد من الverbs اللي هنستعمله بشركبه الجملة ثالث حاجة اللي لازم تكونوا تعرفوه اللي هو الobject يعني الشيء اللي تكمل به الجملة التاعك for example نعطيكم أبسط لزيكزنب أمين يحب أسكت قدر تكون الجملة أمين يحب واحدها بيدون مفعول به لازم تكمل الجملة التاعك because it's an incomplete sentence يعني وش تدير معها احنا وش نديره في الفيديوهات القادمة الobject ثاني نعرفو أسماواتهم من وننترجمو لكم الأشياء بش تقدر بيها تكمل الجملة التاعك for example we're going to give the smallest example نبدأو بضمائر يعني هما الأسهل الشيء نبدأو بالضامير الفعل والمكمل تاعك for example أقول لك I like pancakes هنا وش دلت عطيت لكم الضامير الفعل والمفعول به عطيت لكم the subject verb and object that completes the verb I like pancakes كما رأي كتبة مكتوبة في الشاشة ثاني جملة اللي نستعملكم for example we love Algeria نحن نحب الجزائر هنا استعملت الضامير استعملت معها الفعل love اللي هو نحب واستعملت معها an object اللي هو اللي هو الجزائر we love Algeria let me give you another example نعطيكم جملة أخرى يعني وشان يحب نبينكم باللي الجمل تقدروا تركبهم بكل سهولة معني كغير تعرف اما الضامير اما الاسم وبعد تعرف بعض الأفعال بأفعال بسيطة ما تعقدش على روحك الأمور أبدأ بالأفعال البسيطة ومع الفيديوهات القادمة نزيد ونصعب ونعطوكم أفعال جديدة باش نركبهم في الجمل We love pancakes نعطيكم for example another thing I hate nepotism أنا أكره المعريفة ولا نبسطوها أكثر I hate corruption أنا نكره الفساد يعني corruption اللي هو الفساد نعطيكم جملة أخرى We live in Paris We live in New York نحن نعيش في New York ولا سامر عند أسامة live in New York يعني سامر وأسامة يعيشان في New York City واشنو هاد الجملة تركيب بتاحها واشنو نديرو ونعودو نديرو الفاعل اللي هو هذا الـ subject الـ verb اللي هو الفعل الـ object اللي هو المفعول به هذي هي طريق التركيب الجملة بالإنجليزية يعني هو أول إيطاب وماشي أبليجين تتركبو انت تاني تكون تقراه كي تكون تقراه انت هي فيه نص ولا واحد يقول لك جملة يعطيك جملة باش تفهمها أصلاً لازم تكون تعرف بلي الجملة اللي يعطاوها لك حتكون مركبة معظم الأحيان من ثلاث أشياء سبجكت فورب ان اوبجكت ويني يو نو درز سبجكت فورب ان اوبجكت تقدر تفرق بين الفاعل اللي هو سبجكت وتعرف الفورب اللي يعطاوه لك ولكي تكون تقراه ولكي تكون تكومينيكي تعرف الفورب وتعرف اللي كين اوبجكت مور الـ verbs واسوا يعني مكملت عهدك الـ verbs هذه هي أبسط الأمور هو اللي طابلو ولي نسحقكم تتعلموا فيها الإنجليزية ونسحقكم تكونوا فهمينو باللي اي حاجة هنديروها or any phrase that I use it will have a subject, a verb, an object محمد loves cake أوسامة hates swimming رانيا creates an application يعني رانيا اخترعت application فاريد lives in Paris أمين let me give you any verb can يعني أفعل بسيطة أمين and a son go to the dentist go to the dentist يعني يذهبان إلى طبيب الأسنان أنا وشح ندردوها حنعطيكم أنتم تقدروا تستعملوا أي فاعل ولا ضامير تحبوا حنعطيكم أنا مجموعة يعني الضمائر ونعطيك ترجمة متاحة نعطيكم ضامير نعطيكم فاعل ونعطيكم مفعول object يعني مفعول به أنتم وشح تستعملوا في التعليقات راح نستعمل لكم تكتبوا لي أموة جملتين ولا جملة واحدة الجملة فيها هتخيروا لي subject لي هو الفاعل هتخيروا لي ولا اسم هتخيروا لي فعل وهتخير لي object لي جي معه يعني تخير لي subject verb object وكتبوهم في التعليقات باش نشوفكم بلي فهمتوا لي طاب بالنول تعال الانجليزية وكيف اشتتعلم تهضر التكتب وتفهم الانجليزية لي هو تركيب جملة So let's go ahead and talk again let's go ahead and talk about what we did in this video this small video أول حاجة اللي درناها نتكلموا على أول حاجة درناها في هذا الفيديو عطيناكم subjects اللي هم على شكل ضمائر I, you, he, she, it, we, they أو قلناكم على شكل أزماوات سامر موراد أيمن مايكل جاك كريستينا no matter the name أي اسم يساعدك موراها قلنا لكم more subject يجيب الverb اللي هو الفعل الفعل عطينا لكم خمسة أفعال فقط في هذا الفيديو إن شاء الله كل فيديو يزيدو لكم أفعال جديدة الفعل قلنا لكم تحطوا موراها مور السبجكت وموراها تحطني الابجكت اللي هو المكمل يعني كي يقولك آمين يذهب يذهب أين؟ موراد يحب يحب ماذا؟ يعني مفعول به الابجكت دولة الكمبلمت عطيناها لكم وركبنا بهم جملة بسيطة انتوا مدوكا وش نكتبو لكم هنا نعطيكم مجموعة ضمائر ولا مجموعة اسماوات نعطيتكم الفعل وعطيتكم الابجكت سي وركبولي في التعليقات جملة بسيطة فقط وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة نزيد نوركم كيف اشتد النطقة نعطيكم نعطيكم كيف اشتتواصل مع الناس واحد اخرين وأشياء أخرى ان شاء الله ستفيدكم كيفية القراءة كيفية الكتابة مدى بينا تستفادوا من ماكسيموم فوصيب لدك هو الصح ان شاء الله يكون أعجبكم الفيديو البسيط هدايا ويجو فيديوهات أخرى ان شاء الله بارك الله فيكم على المتابعة وإن شاء الله لي عندوا أي سؤال ما عليه غريط رحوا منا في التعليقات مدى بينا تستفادوا من ماكسيموم فوصيب شكرا لكم عذا الشرق ونظرم بينا بكتابكم لو اتقابكم في التعليقات ستركوا في التقليقات ونسبت للمشاهدة شكرا لكم على declaration ان شاء الله بالمتابعة شكرا للمشاهدة شكرا